اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان نعمة وسلام الرب يسوع مع كل اللي بيشاهدونا صلاة انك تتبارك من خلال هذه الحلقة وربنا هيك ينور ويفتح العقول والاذهان ونختبر محبة وسلام يسوع المسيح اليوم رح يكون موضوع كتير كتير مهم وانا بشجعك انك تشاهد هذه الحلقة لانه رح نلقي الضوء على شيء مهم جدا الموضوع بعنوان اندماج العابر في الكنيسة العابر المقصود شخص من خلفية اسلامية اصبح مؤمن بالمسيح يسوع وكيف يندمج في الكنيسة طبعا احنا بنعرف انه في هذه الايام اعداد غفيرة عشرات اذا مش مئات الالاف من المسلمين اللي رجعوا للرب يسوع المسيح من ثقافات مختلفة من عدات متنوعة سواء من الشرق الاوسط او من دول الخليج او من شمال افريقيا بعض المؤمنين اخذوا خطوة جريئة انه يتكلموا عن ايمانهم بكل صراحة البعض الاخر مؤمن بتكلم لكن بشكل هادي مع اقرباء او اصدقاء والبعض الاخر ساكت لكن في يوم من الايام لابد انه هذا الايمان يخرج الى حيز التنفيذ فطبعا عندنا اسئلة كثيرة في هذه الحلقة هيكون يعني ايه هي الخطوات الاساسية للمؤمن ولسيما من خلفية غير مسيحية ايه التحديات اللي بواجهها الصراعات النفسية والاجتماعية كيف احنا مثلا ككنيسة بشكل عام كنيسة يعني ما هيش اكسكلوسف لملك شخص يعني مقصود من مسلمين ومسيحيين الاعداد المؤمنة بالمسيح كيف نتعامل مع الراجعين الى الرب وطبعا ما هو المفهوم الكتابة للكنيسة شو مفهوم الكنيسة بالنسبة للناس اللي بتيجي من خلفيات اسلامية وكيف ممكن نبني جسور حتى انه نقدر نتواصل بشكل افضل وبشكل احسن هذه الاسئلة رح نجاوب عليها في هذه الحلقة وكمان شوية رح اعرف عن الضيف لكن بشجع اليوم اذا انت مسلم او اذا انت عابر من فضلك اتواصل معنا واذا انت عابر ممكن تشاركنا في بعض التحديات اللي انت بتمر فيها هذه الحلقة مفتوحة يعني فيك تتصل في اي وقت ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة